اشتركوا في القناة ناجس الوزراء حافظها الله التحقق من توفير المنتجات والسلع الاستهلاكية الاساسية والضرورية في الاسواق المحلية واسعارها فلقد اقد اجتماعا موسعا سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناع والتجارة والسياحة يوم امس الاربعاء مع عدد من الشركات المنتجة للالبان شملت شركة اوال شركة ندا شركة المراعي وشركة نادك وذلك في اطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمعنيين بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية ويلبي متطلبات المستهلكين للسلع والمنتجات الاساسية نعم كيف تحافظ هذه الحملات التفتيشية على حقوق المستهلكين؟ اهمية هذه الحملات التفتيشية لتوفير هذه المنتجات والتي تعد من السلع الاستهلاكية الرئيسية لضمان سيابية الحركة في الاسواق المحلية تنوه الوزارة بمواصلة المساعي لدعم المنتجات الوطنية الغذائية بمختلف انواعها والعمل على توسع في انتاجها ونلفت الى اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة واصحاب الشركات الغذائية للعمل على التجاوز التحديات التي قد تؤثر على حركة السوق بما يتوائم مع الجهود المبذولة لحماية المستهلكين وتوفير كافة السلع الغذائية وضمان عدم التلاعب باسعارها نعم سعادة الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك